السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم اول رجعت لكم بفيديو جديد معاكم مسأس ما ياسر النهاردة هكمل معاكم الاسبوع التامن للصف الرابع الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفاني ادارة تنمية اللغة الانجليزية العام الدراسي عشرين خمسة وعشرين وعشرين اربعة وعشرين هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهاردة يا مس? هنحل الاداءات الصفية زي ما انتم شايفين هنحل الجزء الخاص بالواجب المنزلي برضو مكملين في الصف الرابع الاسبوع التامن وكمان هنحل التقييم الاسبوعي عندي تلات نمازج هنحلهم مع بعض يا سنة ربعا سنة ربعا لو انت اول مرة تشترك معنا يا ريت فعل زر الجرس تشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لك اكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عربك اسيب لك تحت في الوصف وازي تكتب وازي تكتب ايميل وصفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار واسيب لك قائمة تشغيل الصف الرابع بتدقيق عشرين خمسة وعشرين ترم اول فيها جميع فيديوهات الوحدات السابقة مشروح ومحلول بالترتيب يلا نبدأ كده عشان ما نضيع عشوقتين اول سؤال معنا يا ولاد بنرسل فيه الخطابات لا ده بنجيب منه الطعام مدرسة لا مستشفى ولا المكتب البريد طبعا يكون الاجابة مكتب البريد تاني سؤال بنشتري منه الملابس والأولاد والأحزية سوبر ماركت ولا سكول مدرسة ولا الشابينج مول مركز تسوق ولا بوست اوفيس اللي هو المكتب البريد طبعا الشابينج مول مركز التسوق مقدر نجيب منه الملابس والأحزية معذرة أين مكتب البريد أما يلو إحنا لما بنيجي نقول امشي أو سر في خط المستقيم اسمها إيه على بعضها المصطلح اسمه ده مصطلح كده على بعضه يا سنة ربعة لكن تيرن ليفت معناها إيه التاجه يسارا تيرن رايت التاجه يمينا On the corner في الزاوية بعد كده بيقولك هنا إيه بقى I live in a noat أنا عايش فين It is small هي صغيرة And it has good places to visit وفيها أماكن حلوة لزيارتها يبقى دي بتكلم عن إيه يا سنة ربعة ها بتكلم عن house منزل park حديقة town اللي هي مدينة صغيرة ولا country الريف طبعا أنا هنا بتكلم عن town اللي هي مدينة صغيرة لأنه قلت I live in a town عايش في مدينة صغيرة تزو سمونيا صغيرة And it has good places في تو فيزتو في أماكن حلوة لزيارتها I love to sit in the noat أنا بحب قعد عليه إيه ها than the bedroom ها to watch TV عشان أشاهد التلفزيون or play بي أس ها living room غرفة المعيشة kitchen مطبخ house منزل apartment شقة هنا يا ولد قصده مين هنا قصده طبعا living room غرفة المعيشة اللي بيكون فيها TV التلفزيون أو البلايستيشن أو الحاجات دي He is standing نقط the TV ها هو standing behind خلف between بين in front of أمام أبو فوق يبقى هو أمام إيه يا ولاد التلفزيون in front of أمام التلفاز نقط is the hospital أم قيله it is in front of the office يا أمام المكتب يبقى هنا بيسأل عن المكان بنسأل بأدات الاستفهام الخاصة بالمكان اللي هي أين وين يعني ما أو متى بتسأل عن الوقت how يعني كيف where يعني أين what يعني ما أو مازل طبعا احنا هنا قصدنا مين where أين المستشفى ما يلو في أمام إيه المكتب نقط is a home ها that is made of close مصنوعة من القماش منزل مصنوع من القماش اللي هي خيمة شقة سكنية أحاوس بوت قارب اللي هو يا أولاد آآ بيت آآ أو منزل كده بيكون في الميا هاوس منزل طبعا هنا قصده a tent اللي هي خيمة وتكون مصنوعة من القماش I can relax أصدتين أنا أسترخي وواتش تيفي وشاهدة التلفزيون in the bathroom في الحمام بالكني الشرفة kitchen المطبخ ولا living room غرفة المعيشة living room she can do her هاوم وكتدر تعمل واجبها نقط in her bedroom في غرفة النوم nicely بدوضاء quietly بدوء بسوء sadly بحوز تقدر تعمل واجبها بإيه quietly بدوء في غرفة النوم بعد كده بعد ما نكون خلصنا الأداءات الصفية ننتقل على الواجب المنزلي يا سنة آآ يا سنة رابعة لسا مكملين في الأسبوع الثامن زي ما انتم شايفين عندنا برضو choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة النقط آآ is a large hole هي فتحة كبيرة in the side of a hill or under the ground أو تحت الأرض أصدو هنا إيه بقى house منزل cave اللي هو الكهف ولا تنتخيمة ولا أبورتمنت طبعا فتحة كبيرة يا أولاد في تل أو تحت الأرض هنا أصدو إيه cave اللي هو الكهف نادا and here family نادا وعيلتها moved to انتقلوا إلى a new نقط a new house منزل جديد cave كهف تنتخيمة apartment شقة سكنية هنا أصدو النوم انتقلوا إلى شقة سكنية إيه أولاد جديدة apartment a new house هو مكان where children حيثوا الأطفال go to learn بيزاو فيه للتعلم cave كهف school مدرسة husband المستشفى house boat اللي هو القريب اللي بيكون موجود فين يا أولاد المنزل كده في المية طبعا حيب نروح نتعلم في school المدرسة our apartment الشقة بتاعتنا هذا نقط قال لك I can see the hole اللي هو كل الشارع from it من هنا يبقى هنا يا أولاد نقول in our apartment هذا النقط لديها إيه هنقول لديها balcony اللي هي شرفة ها أنا أستطيع إن أنا أشوف كل الشارع من هنا in the desert في الصحراء some people بعد الناس live in a نقط بيعيشوا فين this home هذا المنسل is made of clothes مصنوع من القماش يبقى هنا يا أولاد أقصد إيه يبقى هنا أقصد house boat ولا tent ولا cave ولا house هنا طبعا tent خيمة ما تكون مصنوعة من القماش my friend and her family صديق وعيلته live in a nقط عايشين on a she loves living on the water بيحب يعيشوا في الماء بقى ما عايشين في قارب يا أولاد إيه زي ما نشايفين house boat he lives in a village وعايش في قرية نقط to the nile أنا عندي between تنفع لا between لازم فيكون ما بين حاجة وحاجة on لأ in لأ بقى نقصني هنا عندي حرف two بقى نقصني next two يعني بجانب in me ok بعد كده my mom is making a cake بتعمل kika in the noot bathroom في الحمام balcony شرفة kitchen mottbache living room غرفة معيش طبعا مامتي بتعمل kika في a في المطبخ التليفزيون على فكرة جانب سؤال عنها فنركز فيها شوية بعد كده انتقالنا من الصنا 4 ل 3 ماضي التلات نمازج التقييم الاسبوع ازا ما احنا عارفين الاسبوع التامن الصف الرابع الابتدائي عشرين و خمسة و عشرين. اول سؤال معي بيقول لك look at the words بص كده عالك الكلمات اللي انا اعطها لك and make correct sentence. خد بالك. بص عالك الكلمات وعمل لي جمل صحيحة مش رتب. يعني الكلمات دي ناقصها ايه? ناقصها بعض التوتش بتاعت كده الكلمات اللي انت هتدخلها زيادة عشان تعرف تزبطوا الجملة الصحيحة. جيب لي المستشفى بجانب هنقول ايه احنا بقى? اول سؤال معي قلت المستشفى بجانب 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 زودت كلمة زا مش موجودة وزا التانية مش موجودة وعملت جملة صحيحة. تاني جملة معي اللي هو مركز التصوق سوبر ماركت ميوزيوم وبتوين. او عايز يقول لي ان اه حاجة من الاتنين دول ما بين حاجة وحاجة ممكن نقول. تاني شايفين قلت زا شوبينج مول مركز التصوق is between مبين زا ميوزيوم المتحف and زا السوبر ماركت والاي يا ولاد والسوبر ماركت. هنا جرين ستريت وسكول وبهيند ممكن نقول. زا سكول اللي هي المدرسة is behind خلفه زا جرين ستريت. رقم اربعة تعالي نعمل جملة صحيحة. قولت زا شوبينج مول اللي هو مركز التصوق is in front of امام زا بارك الحديقة. هنا عندي زا كات كطة زا بوكس صندوق وان. هنقول مسلا ان زا كات الكطة is in زا بوكس في الصندوق. بعد كده زا ما انتو شايفين كملنا التقييم الاسبوعي اللي بعده اللي هو موديل اتنين او تو لسبوع التامن الصف الرابع الابتدائي. التقييم الاسبوعي برضو جايب لي look انظر add. زا ورسا على الكلمات. and make correct sense. او اعمل جمل صحيحة. جملة كده اشتري فود طعام. ممكن اقول اي باي فود انا ايه اشتري طعام. from the supermarket من ايه يا ولاد السوبر ماركت. الحل اللي ظاهر قدامنا. اي باي فود انا اشتري الطعام. from the السوبر ماركت. تاني جملة. send your letters الخطرات. و post office مكتب بريد ممكن اقول. I send letters انا برسل الخطبات دوزها post office لمكتب البريد. بعد كده اللي هو تعلم. و school. ممكن اقول I learn at school انا متعلم في المدرسة. I learn at school. هنا اجيب لي buy اشتري ملابس shopping mall اللي هو ايه يا ولاد طبعا اللي هو مركز التصوك. ممكن اقول I buy close انا مشتري الملابس. عاد زا shopping mall من ايه يا ولاد مركز التصوك. ظاهر قدامنا الحل. I buy close. عاد زا shopping mall. هنا ممكن اقول I go to hospital. انا بزهر بالمستشفى وين I am sick لما بكون مريض. ندخل بعد كده على التقييم الاسبوعي التالت. مكملين في الاسبوع الثامن بالصف الرابع الابتدائي. التقييم الاسبوعي. برضو look at the words. بص كده على الكلمات and make correct senses. واعمل جملة ايه صحيحة. I can relax يسترخي in my bedroom في غرفة النوم. ممكن نقول I can relax. استطيع ان انا استرخي in my bedroom في غرفة النوم. تاني جملة ممكن اقول. الجملة دي I see. استطيع طبعا هنا او انا ارزة whole street كل ايه كل الشارع from the balcony من الشرفة. هنا اجيب لي we نحن learn at school مدرسة ممكن نقول. هنا مثلا we learn. نحن نتعلم at school في المدرسة. we learn at school. هنا my my mom momty dad babaya work عمل office مكتب ممكن اقول. my mom and dad babaya وممتي work at بيعملوا an office في ايه مكتب بريد. ونحط في الاخر فالسطاب نقطة. اخر جملة tint خيمة هون منزل made of مصنوع من close اللي هو كماش. بكده خلصنا يا ولاد تقييم الاسبوع الخاص بالاسبوع التامن للصف الرابع الابتدائي. سلنا رابعا للسة ما اشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل اشترك حانيا وفعل زر الجرس يشوصي لكل جديد. شارك الفيديو مع اشتركش نوصل لأكبر قدر منكم الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عليه. واسب لك تحت في الوصف. ازي تكتب ايميل صفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار. واسب لك قائمة تشغيل الصف الرابع اللي اتدائي فيها جميع فيديوهات الوحادات السابقة مشروحة ومحلولة بالترتيب. وفيها كمان التقييمات الاسبوعية الخاصة بالموقع الوزارة. طبعا هشرحين من كتاب الجم وكتاب المعصص سواء معك النسخة دي او النسخة دي. باشكركم جميع السنة رابعة. كانت معاكم مسع سماع ياسر اشوفكم في فيديو بديد.